السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامسونج ألنت عن سلسلة الجالكسي اي للعام 2016 تغيرت بشكل جذري موجود في نسخة 2015 تصميم جود تصنيع وايضا من ناحية المواصفات الجالكسي اي والجالكسي اي 5 والجالكسي اي 7 كيف تعرف انها نسخة 2016 راح تلاحظ في الصندوق انه مكتوب جنب الاي 5 او الاي 3 او الاي 7 رقم 6 اللي تعني انه نسخة 2016 هذه النسخة متوفرة الان في السوق السعودي وايضا في السوق الاماراتي بسعر يبدأ من 1399 وصولي الى 1899 للأسف لا معلومات عن النسخة او الجالكسي اي 9 لكن النسخة الامامكم هنا هي الجالكسي اي 7 والتي تعتبر الاعلى من ناحية الامكانيات والمواصفات مقارنة بالاخرين في التفاول يعني خاصة انه قريب جدا وصفات الجالكسي اي 5 نسخة 2016 لكن في فرقات بكورتاكي نسخة الشريحتين لدعم شبكات الجيل الرابع متوفر منها عدم الوان لون ذهبي للأسود وغيرها من الالوان راح تكلم عن هذا الهاتف خلونا نبدأ مع الصندوق محتلات محتلاتها جدا مفهومة بسيطة جدا اذا سبقنا اكسرت او شفت سلسلة هواتف الجالكسي 6 والنوت 5 راح تلقى الهاتف والمايكرو اسبي والسماعات والشاحن واللي يدعم تقنيات الشحن السريع او ما تسميه الشركة باسمه نتكلم عن الهاتف تغير بشكل جذري جدا جدا اللي عنده نسخة 2015 راح يدرك تماما انه كيف تغيره بشكل كامل طبعا التصميم او مفهوم التصميم مفهوم جود التصنيع قريب جدا من سلسلة الجالكسي 6 وايضا اللي هو النوت 5 اعتماده مع القرير الجلاس من جهة خلفية واعتماده مع القرير الجلاس من جهة الامامية هو اطار مصنع من مادة المادن فلما تجي تمسك النسخة السابقة مع النسخة الجديدة راح تحس فرق كبير جدا في موضوع التصميم وتحس انه الهاتف صار اكثر من ناحية انه افخم من ما يخص موضوع جودة التصميم طبعا الهاتف زاد من ناحية السماكة والوزن لكن امر مقبول جدا بما انه صار بجودة التصميم افضل بمراحل الموجودة في النسخة السابقة كانت تكلمها السماكة 7.3 ملي متر ومع ذلك انه السماكة شوفها جيدة والوزن الكامله 172 جرام مع هاتف بمقاس 5.5 انش مقارة ب 5.2 انش النسخة السابقة وبطارية غير قابل ازالة 3300 ملي امبير ففيه اهتمام عالي جدا في موضوع التصميم وفي موضوع وفي موضوع التصميم الكاميرا الخلفية حتى غير بارزة بشكل مزعج مقارنة الموجود في الجالاكسي اس 6 وسلسل الجالاكسي اس 6 الكاميرا عندك هنا 13 ميجابيكسل وفلاش اليد والجهة اليمنى الزر الخاص بتشغيل واطفاء الاستجابة ممتازة من ناحية الازرار وخاصة تتحكم باستوى الصوت منفصلة من الجهة اليسرى الجهة اليمنى برضو عندك منفذ مغلق والجهة العلوية منفذ مغلق خاطب الشريحتين وايضا بالذاكرة خارجية في حالة 16 جيجابايت ما كفت فانه بامكانك رفصها الى 128 جيجابايت طبعا الجهة السفلية وهي اغلب المنافذ عندك هنا السماعة الخارجية ومايكرو ويو سبي ومنفصلة 3.5 ميلي متر الكاميرا الامامية مع الشاشة هو الشاشة هنا 5.5 انش والازرار اليه مفهوم سامسونج في موضوع الازرار لكن خاصية تقنية البصمة اصبحت مضافة مع هذا الهاتف محمول وطبعا سلسة الجالكسي اي نسخة 2016 هي ايضا تدعم خدمة سامسونج للمدفوعات اللي هي مايرب اسم السامسونج باي وللأسف هذه الخدمة غير متوفرة في الوقت الحالي طيب الكاميرا الامامية هنا 5 ميجابيكسل طبعا للأسف ما في نظام LED للتنبيهات في مقارنة ما هو موجود في النسخة السابقة فخلنا نتكلم عن الشاشة طيب الشاشة عندك هنا 5.5 انش 401 بيكسل لكل انش طبعا الشيء الجميل انه قللوا من مساحة الاطار اللي تحيط بالهاتف محمول من اليمين وايضا من اللي صار فبالتالي في استغلال في المساحات من ناحية اليمين ومن ناحية اللي صار شاشة جميلة جدا من ناحية الالوان من ناحية الاضاءة ثواء الرؤية ما وجد فيها مشاكل الالوان مشبعة لمحبين السوبر اوملد هذه الشاشة رح تعجبك من ناحية المالتي ميديا وايضا كثابة بيكسلات اشوفها جيدة على هذا الهاتف خاصة اليوم يأتي بمقارنة 5.5 انش نتكلم عن الصوت على رغم انه مساحة الصوت او السماعة الخارجية الخاصة به هذا الهاتف جدا صغيرة اللي هو صوت جيد ظالم انك تكون في مكان هادف ما عندك اي مشاكل الهاتف يأتي بمعالج 1.6 جيجاهيرس اوكتا كور معالج خاصة بالسامسنج ذاك العشوائية 3 جيجابايت واي فاي ونفسي وبلوتوتوث وجيبيرس كلها موجودة مع هذا الهاتف طبعا لما تستخدم الهاتف مع المهام اليومية ما راح تواجه مشاكل نهائيا في بعض الالعاب لعبتها كانت تعمل بشكل جيد جدا مع سقوط سقوط بسيط لعدد ميل فريمات بالنسبة البطارية فمع استخدامي مع هذا الهاتف محمول نسبة الاضاءة كانت 60% بشكل يدوي وايضا فيما يخص باللعب ببعض الالعاب والتقاط ببعض الصور اقدر قولك انه راح يصمد معك تقريبا ما بين 13-14 هذا مع الاستخدام العادي المتوسط لكن اتوقع انه مع الاستخدام العادي ممكن يصمد معك الى نهاية اليوم لا ننسى انه الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع البطارية هنا 13 ميجابيكسل طبعا مثبت بصري وايضا 1080p شي جميل انه تقريبا نفس مواصفات الكاميرا الموجودة طبعا في زيادة في عدد الميجابيكسل موجودة في ال S6 لكن لاكصده انه فاتحة العادسة 11.9 من جهة الخلفية وايضا وحفظ 9 من جلمية وهذا يعني استقطاب نسبة الضغور راح تكون عالي جدا وممتازة مع تصويف الاضاءة الضعيفة تطبيق الكاميرا اذا سبق انك استخدمت سلسلة الجالكسي S6 فهي جدا جدا مألوفة طبعا عندك بالنسبة لجودة الصور والفيديهات فهذه الصور امامك يعني اقدر اقولك ان الصور ممتاز مثبت البصري يعمل بشكل مطلوب ممتازة من ناحية تصويف الاضاءة الممتازة وجيدة جدا جيدة جدا مع التصويف الاضاءة الضعيفة بسبب فتحة العادسة ومثبت البصري فكاميرا امامية واسعة انطاق فتعطيك نتائج افضل من ناحية فتحة العادسة برضو وايضا انه تاخد تفاصيل افضل مع كاميرات خاصة بهذا الهاتف المحمول اخيرا وليس اخيرا النظام الهاتف المحمول يأتي بخمسة فاصة واحد فاصلة واحد شي محبط لانه خلاص انت موضوع الاندرويد اللوليبوب المقبوض انه هذه السلسلة الجديدة اللي هي نسخة 2016 كلها تصيل باندرويد المارشميلو لذلك نينا امل من سامسونج ان تقوم بتحديث هذا الهاتف او هذه السلسلة تحديدا الى نسخة المارشميلو لانه وجود اللوليبوب مع العام 2016 غير مقبول نهائيا فواجهة سامسونج التاتشوز نفس ما رأينا في سلسلة الجالكسي اس اكس تاتيك يعني يخففه من الواجهة وايضا من عدد تطبيقات مثبتها مسبقا وايضا في موضوع انه تقدر تتبت لانشهر ويشيل لك كل شيء لحلاقة بسامسونج واكسر من احتها قناة وغيرها عندك مجر للثيمات وايضا عندك خاصية اطلاق تطبيقين في وقت واحد وعندك ايضا تقليل من مساحة النوافذ خدمات سامسونج وغيرها فنفس الواجهة اللي اتكلمنا عنها مع عدد من هواتف سامب كالكسي 7 2016 هاتف تغير وبشكل ملحوظ اصبح افضل مقاركة بما هو موجود في نسخة 2015 من ناحية الادات تصميم جود تصنيه الشاشة جميلة جدا الصوت نوعا ما جيد طالما ان تكون في مكان هادم لكن مشكلته السعر السعر اشوفه مكلف صراحة 819 ياس سعودي اه نسخة 16 جيجا بايت تخليني اخذ مثلا جالكسي 6 او مادري اشراكم انتم بيلا تشاركونا برايككم في خانة التعليقات كما معكم اخوكم ستايق احطاني اه نشوفكم اخير ان شاء الله باالسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة